وحديثنا الآن عن الجفاف عند الأطفال وللحديث أكثر حول الموضوع معناك دكتور محمد رافد وهو إخصائي طب الأطفال وحديثي البلاديسة صباحك دكتور أهلا وسهلا لكي صباح لكي ولجميع المشاهدين صباح الورد اليوم لن نتحدث نسمع كثير عن مصطلح الجفاف عند الأطفال ولكن يمكن الأكثر صعوبة في هذا الجانب هو تشخيص الموضوع أو نعرف أنه في عندنا علامات جفاف فخلينا نوضح ماذا نقصد بجفاف أو حالة الجفاف اللي يعاني منها بعض الأطفال كويس ولكننا جسم الإنسان جزء منه كبير هو ماء طبعا هذه النسبة تختلف من حسب العمر كلما كان الطفل صغير تكون نسبته أعلى يعني تبدأ من 75% مثلا بحدثين أولادة بتقيل لما يكون عيننا بلوغ بصير كبير ولكننا في حالة أنه الشخص مثلا أو الطفل ما عنده سواء ما أخذ سواء كمية كافية أو فقدها طبعا كيف تفقدها؟ عن طريق مثلا أشياء معوية مثلا زي السهلات أو استفراغ أو مثلا عن طريق عفونا التبول أو التعرخ مثلا هذول يفقدوه سواء فإذا فقد كثير أو ما أخذ مية بشكل كويس هيك صار عندنا بالجسم قلة سواء بين قسين اللي بنحكي عنه الجفاف شي بتكون العلامات الواضحة للأهل يعرفوا لأنه الصعوبة مرات أن الأهل مرات ما بخطر لهم أن المشكلة ممكن تقود الطفل للجفاف وهذا له طبعا مضاعفات كويس قبل ما أحكي عن العلامات ممكن نحكي مثلا إذا كان في مرض قد يشكه من عنده الأهل بالجفاف مثلا كيف مثلا أنه التهابات الفم خاصة الفيروسية الحمو ممكن نشك أشوف الأهل أنه مثلا ابنه بطر يوكل فبيصير يفكر موضوع الجفاف هي واحد أو مثلا سوري عنده استفراغ أو عنده سال هيك صار لازم يفكر موضوع الجفاف طيب هسا إذا شك فبدو تطلع على العلامات إحنا لما بنحكي عن علامات الجفاف لازم نقسمها نقسمها بصراحة على علامات بسيطة متوسطة شديدة نعم هسا البسيطة هو ما رح لاحظها ممكن بس مجرد طلب ما إذا فضنا الطفل شوي كبير نعم لكن متوسطه شديد بدنا نحاول نميز أو نحاول نتعرف على مجموعة العلامات اللي ممكن نتميزها عشان نحفظها وما ننساها ممكن نبدأ من فوق من منطقة الرأس بصير أوشك أدماق كوعي ممكن يكون يقل وعيه كويس طبعا هذا حالة وسط ممكن يكون كثير وعي ومش كويس بحالة الشديد نعم بالنسبة للعين الدموع ممكن تقل في المتوسط في الشديد ممكن كثير تقل أو ما تكون موجودة العين حوليها مرات بتكون فيه زي غور داخلي شوي لجوة ممكن تكون بسيطة شوي بالمتوسط بس واضحة جدا مثلا بالشديد نعم الشفاه مثلا اللسان بيكون فيه نشفان ممكن يكون في الشديد تشققات واضحة باللسان أو عفوا على الشفاه نعم بالنسبة مثلا لنبضات القلب ممكن تكون سريعة لما يكون فيه نجفاه متوسط ممكن في الخفيف طبعا زي ما حكينا مش كثير ظاهرة قد تكون اشياء بسيط بس بالشديد ممكن يكون فيه نبضات سريعة كثير ممكن ضغط طبعه مثلا ينزلي شوي مثلا بالمتوسط بالكبير يكون واضح نعم التبول هذا الشي مهم كمان ممكن يخف تبول عنده شوي مثلا بالمتوسط بالشديد بحكون كثير ممكن حتى ما فيه بول بس المرة يكون موجود عنده نعم احد العلمات اللي مرات بيشوفه الاهالي كيف الطبيب بفحص احنا منفحص للجلد مرات كيف فحص احنا لما كنا صغار ما يكون الشخص صايم منمسك الجلد بس احنا عندي البطن ناخده بحيث نحاول مثلا نضغط عليه ممكن زي يلزق ببعضه شوي صغيرة مثلا بالمتوسط ممكن بالشديد يكون كثير ظاهر نعم احد العلمات كثير مهمة مثلا كمان بعلامات الجفاف احنا بسميها بنجزة كابلة الرفل يعني شوفنا الاصبع هون مثلا هون دائما اللون هون عنا زي وردي اذا ضغطنا عليه ونترك لازم يرجع المنظر الوردي خلال اقل من ثانيتين نعم اذا شوفنا تأخر مثلا تعدى ثانيتين الاربعه ممكن نعتبره متوسط فيه جفاف نعم اذا كان كثير واضح ممكن يكون هذا جفاف شديد هاي بشكل عام اللي هي العلمات اللي ممكن يعني استدل من عندها طبعا هي مرات تحتاج لخبرة اكيد بس لما تكون واضح اكيد الكون رح يميزهم ورح ننتقل نعرف انه بالبيت هل منقدر نعالجه وله في بعض الحالات يجب الذهاب الى الطبيب او المستشفى سؤالي دكتور شو الاسباب شو الامراض شو الحالات اللي بتسبب الجفاف ببساطة احنا اتفقنا الجفاف رح يصير يا اما شخص ما بقدر يوأكل يعني فيه صعوبة بلاء اكثر شيء شيوعا ممكن احتمال التهبات الفيروسية كيف الحمو او فيه فيروس مثلا تشر من فترة وبيجي كل فترة دائما زي موسم ولو فيروس الفم والكيف القدم استفراغ بغض النظر عن السبب الالتهابات المعوية زي الاسهال او مرات بتكون معها استفراغ او بدون استفراغ هدول التلاتة لكن فيه امراض اكيد ثانية زي مثلا مريض السكر ممكن يصير او مثلا شخص عنده حرارة ما بوكل كويس اتهابات مثلا لوز ممكن يصير لكن دائما بدرجة بتكون اقل هدولك بكون نسبتهم اعلى نعم وبأي حالات بتنصح الاهل انهم يتوجهوا للمستشفى هسا انتي سألتي موضوع لما يكون مثلا بسيط ما بميزوه يفضل مش ضرور طبعا يكون مثلا علاجه عن طريق طبيب او مستشفى بس محاولة الاهل انه يزيدوا كمية السوائل له مثلا شربهم للمي او يكون الجو اللي حواليه يكون كويس مثلا مش حامي لانه احنا بدرجة حرارة مثلا عالي بالغرفة هموم كمان يفقد السوائل عن طريق التعرق يبدأ يكون الجو اله ومناسب بلص انه نزيد له السوائل او اذا كان فرضا رضيع ممكن حاول نزيده رضاعة لا في حالة مثلا احنا شفنا مرض واضح كويس ومش سهل مثلا الاهل يقدروا ميزوه العلامات لما نحكي متوسط شديد اكيد لا يفضل مثلا روح طبيب عشان يميز انه فيه علامات جفاف بحيث يبدأ علاج عن طريق البيت قبل ما احنا نفكر بالمستشفى لانه احنا نستطيع علاج البسيط المتوسط عن طريق البيت نعم شو العلاجات اللي في البيت لازم الاهل يكونوا عارفينها مثلا اذا اعتبرنا المرض التهاب معوي فاحنا دائما يفضل دائما نستخدم الكاربوهداة المعقدة مثلا بالاكل فرضا اذا كنا نحكي عن السال كيف مثلا بطاطا خضار لبن نبعد عن شي فيه سكر اشي فيه زيوت دهنيات زائدا لما بدنا نعطي السوائل احنا عادة لما نستطيع فقدان مثلا بالتهابات المعوية مندخل مثلا محلول معروف عن طريق اليونسف اسمه زيل اكوسال او ار اس محلول الجفاف فاموي هس هو هذا كيف انت بتعوضه بمي بس احنا ما منعوض بس بمي لحالها انه دائما الفقدان خاصة بالاسهال املاح ومعاها في امعاها املاحة فهذا اصلا اريد يكون املاحة منحله بمقدار معين من المي ومنعطيه حسب معادلة معينة هذا من المنزل مش ضروري من الوريد بالمنزل بس لازم احنا كطبة نفهم الاهل كيف يعطوه لانه هو تكنيك بالكمية نحسبها حسب احنا شو تقديرنا للجفاف ولازم غير ان نعطيه مثلا اللي فقدوا هذا الطفل احنا كمان منعلمه في حالة الاسهال كيف يعطي عشان يعوض الاشي اللي قاعد بصير لانه هي المشكلة اللي رح تكون مش بس اللي صار اللي ممكن يصير هدول في حالة البسيط متوسط احنا مقدر نعالجهم بالبيت في حالات مثلا شوفنا متوسط وفيه استفراغ والطفل ممكن ما يتقبل احيانا مضطر للمستشفى ليش عشان نستخدم الافي فلويد يقول السوائل عن طريق الوريد الشديد اكيد طبعا مستشفى نعم طب في بعض الاحيان بصيروا الاهل يعطوا ادوية بشكل عشوائي للطفل اللي بيعاني من الجفاف يعني بيفهمهم او بنوجد نظرهم انه هاي بتعقب المعدة ادوية بتعقب المعدة بتقيم الفيروس بتنظف المعدة ادي لازم نكون دقيقين في التعاطي مع فكرة اعطاء الدواء ممتاز هذا سؤال جدا مهم احنا دائما واجهناها من زمان لحدها مواجهها في اهل باستخدموا مضاد حيوي مثلا بسموه مطهر معوي صعب نذكر اسم لكن هسهو له جانب بالعلاج بس في شيء محدود لما يكون السبب مثلا زي عميبة مثلا احنا مستخدمه نعم فاحنا ما رح نستخدمه لكون عملنا فحص اكدنا السبب لان اصلا معظم التهبات المعويية للسهالات سببها فيروسية غالبا ما بتحتاج لعلاج خاص لالها تحتاج تعويض السوائل نعم نصيحة اخيرة دكتور زي ما حكينا النهس لازم ينتبه انه ابنه لما يكون مثلا فيه عنده زي مرض زي هيك يحاول يدعمه اذا الشك في انه قد يكون فيه عنده علمات جفاف لا انا مع انه يروح الطبيب عشان يحاول يفهمه كيف ما يصير جفافك زياد يعني ممكن اذا كان اشي بسيط ما يصير متوسط اذا كان متوسط ما يصير شديد مهم جدا كل شكر لحضرتك يا اعطيك المعافية شكرا